بسم الله الرحمن الرحيم الكافرين بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة مثالين من تكذيب اليهود للرسل ذكر مثالا ثالثا وهو تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ولما جاءهم يعني جاء اليهود كتاب من عند الله اللي هو القرآن هذا الكتاب مصدق لما معهم فالقرآن يصدق التوراة الأصلية المنزلة على النبي موسى صلى الله وسلم عليه والتي لم تحرف كما في الآية الكريمة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور اليهود كانوا يعرفون هذه الحقيقة لذا كانوا ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني كان اليهود من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله يستفتحون على الذين كفروا يطلبون الفتح والغلب من الله على مشرك العرب فإن اليهود في المدينة كانوا إذا تخاصموا مع المشركين توجهوا إلى الله تعالى أن ينقذهم بمحمد صلى الله عليه وآله من المشركين حتى تترجح كفتهم على كفة الكفار لكن ماذا حدث؟ فلما جاءهم ما عرفوا سابقا الرسول الذي عرفوه بصفاته ومزاياه وعرفوا أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله كفروا به وأخذوا يحاربوه بل فوق ذلك كانوا يرجحون كفة الكفار على رسول الله وعلى المؤمنين ويقولون هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ما هو جزاؤهم؟ فلعنة الله يعني عذابه وطرده عن الخير هذا العذاب والإبعاد عن الخير والرحمة على اليهود الكافرين بمحمد صلى الله عليه وآله وبالقرآن وهم يعرفون الحقيقة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين حاصل هذه الآية تشبيه كفر اليهود بمعاملة خاسرة البائع اليهود المثمان أنفسهم الثمان شيء قليل من الدنيا وسيلة البيع الكفر بما أنزل الله سبب المعاملة الحسد النتيجة خسارة الدنيا والآخرة بغضب من الله عليهم والعذاب المهين وجه هذا التشبيه أن الكفر والإسلام سلعتان فمن اختار أحدهما باع نفسه بذلك الشيء لأنه يصرف نفسه في سبيله فإذا باع نفسه مقابل الإسلام كان نعم ما اشترى به نفسه وإذا باع نفسه مقابل الكفر كان بئس ما اشترى به نفسه بئس ما اشترى به أنفسهم اشترى هنا بمعنى باع فيبيع نفسه ويحصل في مقابل على العذاب الدائم معنى الآية أنه بئس الشيء الذي باع اليهود بذلك أنفسهم فأعطوا أنفسهم للعذاب الأبدي واشتروا الكفر سؤال كيف تمت عملية البيع والشراء الجواب أن يكفروا بما أنزل الله يعني بئس الكفر الذي أخذوه مقابل أنفسهم باغيا يعني حسدا يعني كفرا ناشئا من الحسد وهذا الحسد هو علة هذه المعاملة السيئة يعني سبب شرائهم الكفر هو الحسد تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كان من ولد إسماعيل لا من ولد جدهم إسحاق كانوا يتوقعون أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله من أولاد إسحاق أن ينزل الله الكتاب والواحي والدين من فضله على من يشاء من عباده لا ما يشاءون معناه أن الحسد من جهة نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وآله دون غيره شنو نتيجة هذه المعاملة فباءوا بغضب على غضب يعني رجع ليهود من هذه المعاملة بغضب على غضب حيث غضب الله عليهم أولا من جهة كثرة معاصيهم ومخالفتهم لأوامر الله تبارك وتعالى في زمان النبي موسى وعسى وسائر الأنبياء عليهم السلام هذا الغضب الأول فغضب الله عليهم مرة أخرى من جهة كفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وللكافرين عذاب مهين لمطلق الكافرين اللي من أظهر مصادقهم اليهود العذاب الذي يذل صاحبه ويهينه وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال تفسيرها في الباطن لما جاءهم ما عرفوا في علي عليه السلام كفروا به فقال الله فيهم فلعنة الله على الكافرين في باطن القرآن قال أبو جعفر عليه السلام يعني بني أمية هم الكافرون في باطن القرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين